فندرس بقى بالتفصيل الآليات المفترضة للنشوق والارتقاء زي ما قلت هم اتنين كبار قوي الجزء الاول الانتقاء او الانتخاب الطبيعي والجزء التاني الطفرات العشوائية انه فيه تغيرات الطفرات معناها تغيرات في الجينات وهي طفرات عشوائية يعني غير مرتبة والطفرة مش بتزقنا القدام دي بترجعنا الورا فهنتكلم عن ده بالتفصيل بس الاول اللي عايزة تكلم عن الانتخاب الطبيعي او ناتر سيلكشن اتفضل دكتور انا كمان يعني فتحت الكتاب بصراحة يعني كتير كتير مهتم في الموضوع فيريت توضح ايوة انا عم بقرة لكن محتاج لتوضيح اكتر ولسيما الاصطلاحات اللي بتتكلم طبعا طبعا فالانتخاب الطبيعي احنا بنؤمن انه ظاهرة واقعية ليه لانه ظاهرة واقعية لانه نقدر ندرسه في المعمل نقدر نلحظه بعنينا واحنا مع العلم التشغيلي العلم التجريبي ناتر سيلكشن ده حاجة اقدر اشوفها زي ما بيعملوا مثلا بريدنج للكلاب تقدر تقول انا عايز الكلب ده مش عارف جدانه طويلة شعره مش عارف ايه رجليشك لها ايه نقدر نشوف الصفات الوراثية دي ونجمعها لكن احنا مخلقناهاش ولا غيرناها احنا جمعنا حاجات صفات وجمعناها على بعض فالانتخاب الطبيعي ظاهرة طبيعية واحنا بنؤمن بيها الكتاب المقدس بيؤمن بالانتخاب الطبيعي احنا مش ضد الانتخاب الطبيعي بس الانتخاب الطبيعي لا يعد تطورا مش هو اللي بيطور ده الطيور اللي قدرت تعيش في الاماكن دي لان فيها الجينات اللي تعمل لها المنقار المناسب للأكل تمام لكن الفينشيز دي ما بقتش حمامة ما بقتش غراب هي برضو في مجموعة الفينشيز لان الله في الخلق الكتابي خلقه كجنسه 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 في تكوين نصاح الأول بالزبط وده درسناه في الحلقة السابقة خلق الله المتميز فداخل الجنس الواحد فيه تغيرات لان فيه شفرات وراثية الرب حطها في رأس العائلة ممكن تتفرع حسب الظروف اللي العالم هايمر بيها فده يمشي مع الخط الكتابي تماما الانتخاب الطبيعي احنا نؤمن به لكنه زي ما هنشوف ما هواش جزء من التطور والانتخاب الطبيعي عملية معتادلة وليس خلقية اشتركوا في القناة